ورقة علي عبدالله صالح لا تزال ضائعة بين السعودية وإيران حتى الساعة لا يمكن الجزم بنتائج الحراك الأخير لقلب الطاولة اليمنية لأن هزيمة الحوثيين من فوق تعثرت على طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية فإن أوراقا أخرى بدأت المملكة تتحضر للعيبها منذ أشهر في الداخل اليمنية فرأينا الأمير محمد بن سلمان يجمع مشايخ قبائل يمنية ويقول لهم إذا انتفض رجال اليمن فهم ليسوا بحاجة إلى مساعدة أحد وسوف يقضون على العدو أما المفاجأة الأكبر فأطلت من السعودية في العاشر من تشرين الثاني الماضي حين استقبل وليو العهد وللمرة الأولى حزبا يعتبر الذراع السياسي للإخوان المسلمين هو حزب التجمع الوطني للإصلاح هذا اللقاء المفاجأة اعتبره كثيرون نقطة تحول في السياسة السعودية في اليمن وغرد مذيع قناة العربية محمد الطميح يومها قائلا هذا هو اللقاء الذي سيغير مجريات الحرب في اليمن من اجتمع مع ذراع الأخوان لن يغص بالاستعانة بعلي عبدالله صالح إذا كان الأمر سيساعد في هزيمة الحوثيين في اليمن وفي الأساس فإن السعودية لم تحرق يوما ورقة علي عبدالله صالح فمواقع السعودية كانت ذكرت الشهر الماضي أن التحالف العربي بقيادة السعودية تدخل لإنقاذ حياة صالح بعد تدهور صحته فجأة فسمح التحالف بنقل فريق طبي روسي خاص إلى مطار صنعاء للإشراف على حالته وفيما يبدو أن الرئيس اليمنية عبد الرب منصور هادي الموجود في السعودية منذ العام 2015 هو الأقل حضورا في المشهد اليوم فإن نجم العميد طارق صالح ابن شقيق علي عبدالله صالح يصعد طارق صالح يقود مهاما عسكرية مع القوات الموالية لعمه ويتوقع البعض أنه سيكون رجل المرحلة وأن مشاورات جارية لتشكيل مجلس عسكري برئاسته يبقى أن رهانات السعودية على بعض مفاتيح الداخل لقلب الطاول على الحوثي لا يمكن الجزم بنتائجها حتى الساعة وإن كانت صعبة المهمة على الحوثي وعلى من وراءه وعن اليمن دعت الخارجية الإيرانية كل الأطراف إلى التهدئة وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال لسنا بحاجة إلى أسلحة ويمكننا أن نحل بأنفسنا المشاكل بالحوار أما في لبنان فتجمع أطراف السياسة على أن لا تأثير لأزمة اليمن على الداخل